اشتركوا في القناة الابتدائي حيث يتم تطبيق نظام التعليم الجديد سيقوم معلمي هؤلاء الطلاب بإعداد تقارير أداء للطلاب ونطالب أولياء الأمور بالتأكد من استكمال الطالب للمنهج المنشور على المكتبة الإلكترونية والمنصة والاستفادة من الدليل الإلكتروني المنشور بها من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي سنوات النقل لن يتم إجراء امتحانات للطلاب في نهاية العام الدراسي الحالي والاكتفاء بعمل بحث مشروع يعني بروجيكت لكل مادة على المنصة الإلكترونية وسيكون متاحا للطلاب التواصل مع معلم الفصل لمساعدته في تنفيذ البحث في وقت مدته شهرين من اليوم من النهاردة الشهادات العامة والدبلومات الفنية سيتم إجراء امتحان نهاية العام الدراسي الحالي في موعده كما هو معلن في الجداول والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم داخل لجان الامتحانات مع اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لوقاية أبنائنا الطلاب داخل اللجان بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة الصفين الأول والثاني الثانوي سيتم تأجيل الاختبار الإلكتروني التجريبي بدون درجات اللي هو بدون درجات يعني والذي كان مقررا عقده يوم 22 مارس الجاري ليتم عقده في موعد آخر لو هيبقى يوم 5 إبريل 2020 الامتحان التجريبي اللي كان هيبقى في 22 مارس تم تأجيله إلى 5 إبريل يؤديه الطلاب من المنزل كما سيتم إجراء اختبار تجريبي أيضا بدون درجات للصف الثاني الثانوي في نفس التوقيت يوم 5 إبريل كبروفا أخيرة لتجهيز الطلاب لاختبار نهاية العام وسيتم إجراء امتحان نهاية العام الدراسي للصفين الأول والثاني الثانوي على التابلت من المنزل وسيتم تصحيحه إلكترونيا وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب طلاب الخدمات بالصفين الأول والثاني الثانوي تم توزيع التابلت للطلاب وسيتدون الامتحان في نهاية العام إلكترونيا طلاب المنازل بالصفين الأول والثاني الثانوي سيتم تطبيق نظام إعداد المشروعات اللي هو البحث مثل الطلبة في سنوات النقل الطلاب من ذوي القدرات الخاصة للصفين الأول والثاني الثانوي سيتم تطبيق نظام إعداد المشروعات اللي هو البحث مثل الطلبة في سنوات النقل الطلاب المصريين في الخارج سيتم استخدام المنصة الإلكترونية والمكتبة الرقمية وسيتم تطبيق نظام المشروعات اللي هو البحث وعدم إجراء امتحانات وذلك نظرا لظروف الدول المقيمين بها ده آخر ما جاء على لسان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني دكتور طارق شوقي منذ قليل في مؤتمر صحفي إلكتروني كان على منصة يعني أو صفحة صفحته الشخصية قرارات مهمة جدا أرجو من الجميع أنه يتأكد من كل الطلبة والطالبات وصلت ليهم هذه القرارات